موسيقى أهلاً وسهلاً بكم أحباء المشاهدين والمستمعين الكرام في برنامجكم وتعرفون الحق أحبائي حلقة اليوم تتحدث عن موضوع من الموضوعات التي شغلت فكر اللهوت المسيحي على مر العصور والأجيال وهو موضوع ما يزال يشغل فكر الباحثين في كلمة الله المقدسة موضوع اليوم عن الوصية الرابعة من الوصاية العشر والتي كتبت بإصبع الله مرتين ذكرت في سفر الخروج عشرين من تمانية لإحداشر حيث يقول الرب أذكر يوم السبت اللي تقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك لأن في ستة أيام صنع الرب السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه وصية تقديس يوم السبت هي وصية قديمة جداً وترجع أصولها لخلق الإنسان نفسه في جنة عدل ونقرأ هذه الحقيقة في سفر التكوين 2 من 1 ل3 حيث يقول الوحي المقدس فأكملت السماوات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأن فيه استراح من جميع عمله الذي عمل خالقاً وهنا نجد ثلاث حقائق حول تقديس يوم السبت في بداية خلق الإنسان الحقيقة الأولى هي أن الله هو الذي قدس يوم السبت ليكون يوم الراحة للإنسان مع الله وليس الإنسان هو من اختار يوم السبت ليقدسه الحقيقة الثانية هي أن يوم السبت جعل بركة وخيراً لأجل الإنسان حتى قبل سقوطه في الخطية فتقديس السبت لم يكن عقاباً للإنسان بسبب التعدي بل على العكس كان السبت هو الدليل الملموس على متانة العلاقة بين الله والإنسان قبل سقوط الإنسان في الخطية الحقيقة الثالثة لم يكن السبت لليهود فقط كما يدعي الكثير من المفسرين وذلك لأن الوصية أعطيت لآدم وحواء وهما أصل جميع جنس البشر سواء كانوا يهود أم من أي جنسية أخرى في العالم والآن ننتقل أحبائي لنسمع أسئلة أحبائنا المشاهدين الكرام لماذا وضع الله الوصية الرابعة والتي تعلمنا أن نقدس يوم السبت؟ هل يحتاج الإنسان إلى هذه الوصية من الأساس؟ نعم أحبائي إن الإنسان يحتاج إلى وصية يوم السبت فلو لم تكن الوصية مهمة ومفيدة للإنسان لما كتبها الله بإصبعه مرتين على لوحي الحجارة ولما أعطاها سابقا كما عرفنا لآدم وحواء في جنة عد كان الهدف من السبت هو تفرغ آدم وحواء من هذا العمل ليكون لهم وقت مميز رائع ليجلس مع الله وجها لوجه ويتحدث معه كما يحدث الصديق صديقه إنه الوقت الذي خصصه الرب لهما ليكون هو محور اهتمام والعبادة والتسبيح والشكر وبعد الخطيئة ازدادت الاحتياج الإنسان إلى يوم السبت فقد زاد التعب والعرق زاد الهم والشقاء زادت الخطيئة والشر أيضا لذلك كتب الرب وصية السبت للإنسان الساقط في الخطيئة لكي يتذكر الرب خالقه وجابله وفاديه أيضا فإن كان أبوينا الأولين احتاجا إلى تقديس السبت في جنة عدم تلك البيئة الكاملة قبل السقوط في الخطيئة فكم بالحر نحن اليوم نحتاج إلى يوم السبت حيث نتفرغ تماما من جميع أعمالنا ومشغوليات الحياة دعونا الآن نسمع إلى سؤال آخر لماذا يجب علينا أن نقدس يوم السبت بالتحديد؟ أليست كل الأيام هي من صنع الرب؟ ألا يجب عبادة الرب في كل الأيام؟ نعم إن كل الأيام هي صنعة الرب الخالق فالذي خلق السبت هو الذي خلق الأحد والاثنين والثلاثاء لا خلاف على هذه الحقيقة أبدا فالله هو مبدع الكون ومبدع الخلق كله ولكن هل يتساوى يوم السبت ببقية الأيام التي صنعها الرب؟ تعالوا ننظر ماذا يقول الكتاب لنعرف الإجابة نقرأ مرة أخرى في سفر التكوين اثنين من واحد لثلاثة فأكملت السماوات والأرض وكل جندها وفرغى الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراحى في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأن فيه استراحى من جميع عمله الذي عمل خالقا وفي هذه الآيات المباركة نجد أن السبت له ثلاث ميزات لم تكن موجودة في باقي أيام الإسبوع الستة أولا السبت هو يوم راحة يقول الرب أنه استراحى في اليوم السابع وبالطبع لا يجب إطلاقا فهم كلمة استراحى على أساس أن الله قد تعب من العمل الذي عمله في الخليقة فحاشى لله من التعب فهو لا يتعب ولا ينام ولكن المقصود أنه أنهى عمله وشعر بالرضى عن ما قد تم إنجازه هذا هو معنى كلمة استراحى ولم يذكر أن الله استراحى يوم الأحد أو الثلاثاء أو غيره من الأيام الأسبوع بل استراحى يوم السبت فقط ثانيا السبت يوم البركة حيث يقول الكتاب المقدس عن يوم السبت أن الله باركه ومعنى البركة هي أعطاء المزيد من الميزات الروحية والخيرات الإلهية لهذا اليوم ومع أن الله يمنحنا بركاته كل يوم لكنه يظل يوم السبت يوما مميزا عن بقية الأيام حيث أن أكبر بركة نحصل عليها هي الشركة الحميمة مع الله وللسبت ميزة أخرى هي أن الله قدسه أي خصصه جانبا عندما خلق الرب كل أيام الأسبوع أفرز الله منها يوما واحدا ليجعله مقدسا أو مخصصا له ووقع الاختيار الإلهي ووقع الاختيار الإلهي على يوم السبت بالتحديد وليس على أي يوم آخر من أيام الأسبوع ودعني أشرح لك بمثل بسيط ميزة يوم السبت عن بقية أيام الأسبوع كان ليثرون حمى موسى سبع بنات كلهن إخوات متشابهات في كل الأشياء تقريبا لكن عندما تقدم موسى للزواج اختار واحدة منهن فقط ولم يختار كل السبعة فأصبحت صفورة هي زوجة موسى فهل يستطيع موسى الإدعاء أن جميع إخوات زوجته صفورة هن أيضا زوجاته؟ بالطبع لا فبالرغم من أن السبع إخوات هن لنفس الأب لكن موسى اختار واحدة من هن فقط لتكون له زوجة فهي ميزة عن بقية الإخوات ولقد دخل موسى في عهد معها لتكون له زوجة بينما لم يدخل مع باقي الإخوات الستة هذا هو الحال مع أيام الأسبوع بالرغم من أن الخالق لها جميعا هو الله لكن الله اختار يوم السبت فقط ليكون هو يوم الرب المقدس والمخصص المفرز للعبادة أحبائي فاصل قصير ثم نعود لكم فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحباء المشاهدين الكرام لنستكمل معا دراسة كلمة الله عن الوصية الرابعة نستمع الآن لسؤال آخر إن كان الكتاب المقدس واضحا كل الوضوح بخصوص تقديس اليوم السابع من الإسبوع الذي هو يوم السبت فكيف تغيرت العبادة إلى يوم الأحد بدلا من تقديس يوم السبت؟ بالرغم من وجود العشرات بل أكثر من ثلاث مائة آية من آيات الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد تأمرنا بتقديس يوم السبت إلا أن الشيطان استطاع بخداعه ومكره على مر العصور أن يحول أنظار البشر عن وصية الله ليحفظوا بدلا منها وصية الناس بالطبع لم يكن هذا التحول فجائيا أو مباغتا بل استغرق الكثير من الوقت والجهد من الشيطان ليقنع ليس البسطاء من المسيحيين بل ليقنع حتى قادة الدين أنفسهم بهذا التغيير فكيف تمت تلك المؤامرة على كلمة الله؟ لمدة ما يزيد من القرنين من الزمان لم يكن أحد يعلم بقدسية يوم آخر بخلاف يوم السبت المقدس لقد كانت الكنيسة ما تزال تحتفظ بنقائها وطهارتها بالرغم من وجود الإضطهادات المريرة عليها بعد ذلك الوقت بدأ عدد المؤمنين في تزايد مذهل وأصبح حجم الكنيسة كبير جدا ولكن للأسف زيادة عدد المؤمنين كان بسبب رغبة قادة الكريسة في تقوية نفوذها وليس لأجل نشر الإنجيل فأقدمت الكنيسة على التضحية بالمبادئ الكتابية على مذبح الوثنية لكي تحث أو تجذب أكبر عدد من الناس إليها وبذلك دخل الوثنيين إلى المسيحية مع عقائدهم الوثنية والتي أعطاها قادة الكنيسة أسماء مسيحية لتخفي حقيقة كونها في الأصل عبادة وثنية ومن أهم العبادات الوثنية التي تبنتها للأسف الكنيسة في ذلك هي عبادة الشمس وهذا يظهر في كثير من الممارسات التقصية في الكنيسة مثلا الصلاة باتجاه الشرق من حيث تشرق الشمس والقربان المقدس يصنع على شكل قرص الشمس وكذلك حفظ يوم الأحد أو ما يعرف في اللغة الإنجليزية بيوم الشمس وكانت هذه العبادات الوثنية هي الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية ونجد الدليل على ذلك في المرسوم الذي أصدره الإمبراطور الروماني قسطنطين قبل اعتناقه المسيحية بوجوب حفظ يوم الأحد يوما مقدسا وبعدها وفي عام تلتمية خمسة وعشرين يأمر سيلفستر مطران روما بتسمية يوم الأحد بيوم الرب بعد ذلك وفي مجمع لادوكية عاد عام تلتمية أربعة وستين قررت الكنيسة أن يعمل المسيحيين أيام السبت ويعتبرون يوم الأحد يوم العبادة ووصف المجمع من يقدسون يوم السبت بأنهم المتشبهون باليهود ونفس المضمون تكرر في مجمع بارويان بفرنسا والذي أوصى بالامتناع عن العمل في أيام الأحد وهكذا اختفت وصية الله بتقديس يوم السبت ليحل محلها وصية البشر بحفظ يوم الأحد والآن نسمع سؤالتين ألم يعطي السيد المسيح الحق للكنيسة بأن تحل وتربط على الأرض أي أن للكنيسة الحق في فرد ما تراه مناسبا على المؤمنين فما الخطيئة في كون الكنيسة غيرت من تقديس يوم السبت إلى تقديس يوم الأحد لإجابة هذا السؤال علينا أن نعرف أولا ما هي الكنيسة وما هو درها كلمة كنيسة تعني في اللغة اليونانية المدعوون للاجتماع والكنيسة في فكر السيد المسيح هي جماعة المؤمنين أما عن دورها فيقول الرسول بوليس لتلميزه تيميثاوس ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته فالكنيسة هي بيت الله وهي عمود الحق وقاعدته والمعنى هنا واضح تماما فدور الكنيسة هي أن تحفظ وتصون الحق أي أنها تعلم وتنادي بالبشارة الموجودة في كلمة الله وإن فعلت غير ذلك وعملت وصايا البشر لأصبحت مثل المرأة التي خانت زوجها وذهبت لرجل وراء رجل آخر والعلامة المميزة للكنيسة الحقيقية التي لم تخن سيدها بل ظلت أمينة له هي المذكورة في سفر الرؤية 12-17 فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح فالكنيسة الحقيقية هي التي تعلم تعلم تعاليم المسيح وحده وهي التي تحفظ كل وصاياه وهي التي تظل أمينة له للأبد ويحذرنا السيد المسيح من أولئك الذين يدعون أنهم الكنيسة الأم بينما تعاليمهم وعقائدهم تتنافى وتخالف تعاليم الكتاب المقدس فيقول عنهم ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات نسمع أحبائي سؤالا آخر نحن يجب أن نقدس يوم الأحد لأنه يذكرنا بقيامة المسيح ولأن يوم السبت وضع لليهود وقد كسر المسيح السبت عندما صنع المعجزات في يوم السبت وكذلك قال بولوس أن لا يحكم علينا أحد في تقديس السبت هذا السؤال يضم الأسباب التي اتخذها رجال الدين لتبرير تغييرهم قدسية السبت إلى يوم الأحد فأولا هم يقولون أننا نقدس الأحد لأن السيد المسيح قام من بين الأموات يوم الأحد ولكن يأتي الرد على هذا الإدعاء ولماذا لم يأمرنا المسيح ولا رسله بأن نقدس يوم الأحد إن كان السبت قد أبطل ففي كل الأناجيل والتي كتبت بعد قيامة المسيح بمدة قد تصل لأكثر من ستين عام لم نجد أي إشارة أو حتى أي تلميح في الأناجيل لقدسية يوم الأحد فلماذا هذا التجاهل التام السبب ببساطة أن رسل المسيح قدسوا يوم السبت فقط كما هو مذكور مرارا وتكرارا في سفر أعمال الرسل ولماذا لم يخبر المسيح تلاميذه بتغيير يوم العبادة على العكس نجد أن المسيح يؤكد على قدسية يوم السبت عندما أخبر تلاميذه بالخراب القادم على أورشالين والذي حدث عام سبعين ميلادية بقوله لهم وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا سبت أما لماذا صنع المسيح المعجزات في يوم السبت فهذا يدل على قدسية المسيح لهذا اليوم وليس كما يدعي الكثيرون أن المسيح نقضه أو كسره ففي وقت السيد المسيح كان السبت قد أصبح عبءا ثقيلا على كاهل الناس لقد وضع الكتب ورجال الدين ما لا يطاق من القوانين والوصايا بخصوص تقديس يوم السبت ولا مجال الآن لحصرها وعندما صنع المسيح معجزاته يوم السبت فكان الهدف هو تنقية الوصية من التعاليم البشرية وإرجاعها إلى نقاوتها الأولى فقال السيد المسيح لليهود ولنا أيضا في إنجيل موركوس اتنين سبعة وعشرين وتمانية وعشرين السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت إذ ابن الإنسان هو رب السبت أيضا فالسبت جعل لنا أي لفائدتنا ولمصلحتنا أما عن ما قاله الرسول بوليس في رسالته لأهل كلوسي اتنين ستاشر فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت بالرغم من وضوح المعنى لهذه الوصية فقد حرفها الكثيرون لتخدم مصالحهم فبوليس يقول بكل وضوح إنه لا يجب على المؤمن أن يتبع النظام التقصي المتبع لدى اليهود لأن المسيح جاء وقدس نفسه ذبيحة أبدية ولذلك فنحن لا حاجة لنا لهذه التقوص فلا يحكم علينا أحد في أكل أو شرب أو يجبركم البعض على حفظ الأعياد السنوية أو الموسمية لليهود أو الاحتفال بمولد الهلال وبداية الشهر الجديد أو الاحتفال بسبوط الأعياد اليهودية والمذكورة بكل وضوح في سفر اللويين أصحاح 23 فمثلا يذكر الكتاب في هذا الأصحاح أن على بني إسرائيل الاحتفال بيوم الكفارة في اليوم العاشر من الشهر السابع وفي اليوم السابق يقول الكتاب عنه إنه سبت عطلى لكم فتدللون نفوسكم في تاسع الشهر عند المساء من المساء إلى المساء تثبتون سبوتكم فقيل عن اليوم التاسع من الشهر العاشر اليهودي إنه سبت أي راحة مع العلم أن كل عام يأتي هذا التاريخ في يوم مختلف فقد يأتي هذا التاريخ في يوم أحد أو اثنين أو خميس ولكنه يسمى سبتا وهذا ما قاصده بوليس الرسول والدليل الآخر هو أن بوليس نفسه قدس يوم السبت في مدينة فيليبي كما نقرأ في سفر الأعمال 16-13 وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتج تمعنا فهل يقدس بوليس يوم السبت في مدينة فيليبي ثم يأمر كنيسة كولوسي بعدم تقديسه على مر العصور والأجيال حاول إبليس بكل قوته أن ينسي المؤمنين بالمسيح قدسية يوم السبت وللأسف الشديد ولحد كبير نجح إبليس في أهدافه الشيطانية فلو تذكر البشر الوصية الرابعة من الوصايا العشر لما كان هناك ملحدون ينكرون وجود الله الخالق ولو ظل حفظ الوصية الرابعة قائما لتبددت مزاعم النشوء والارتقاء ونظرياتها التي تقول أن الإنسان لم يخلق بواسطة الله ولكن جاء نتيجة التطور من خلية حية مرورا بالحيوانات وصولا لحالته الحالية كإنسان ولكن بالرغم من هذا النجاح الظاهري لإبليس فنحن نشكر الرب لأن هناك أناسا وصلوا لحقيقة حفظ يوم السبت مقدسا للرب لقد قادهم الروح القدس لفهم كلمة الله والرجوع إليها وعدم الانقياد وراء تعاليم البشر بل ورفض تلك التعاليم وإن كانت تخالف كلمة الله لقد قالوا مع بطرس وباقي الروسل عندما أمرهم قادة اليهود أن لا يبشروا باسم المسيح ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس نعم ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس من تعاليم الناس أدعوك أخي الحبيب وأختي الحبيبة لكي تقبل كلمة الله فهي المصدر الوحيد للسلطة وأن ترفض أي سلطة تتعارض مع سلطة كلمة الله أدعوك أن تطلب معونة الروح القدس لكي يفتح ذهنك وقلبك لقبول الحق الكتابي وأن تقدس يوم السبت ذلك اليوم الذي قدسه الرب منذ الخليقة ليكون سبب بركة وخير ومنفعة روحية لكل من يقدسه ليت الرب يكون معك ويبارك حياتك أتمنى أن نبقى على اتصال عن طريق البريد الألكتروني الظاهر على الشاشة ونلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم وتعرفون الحق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر